قبل أن نرى أن نطرقه لهذا الباب لنعود إلى الكوكي نحترم وراء يوم ومدرب لا يدخل فيه أمور نحترمه على كل حال مدرب محترم السؤال الراتب الذي يرى يديه نبيل الكوكي هو الطاقم كيف فادوا شباب الوزداد أكد تقوله أي مدرب يقدر يدي لقب البطولة مع شباب الوزداد لماذا نخسرنا مليار ومليار ومائة ومليار وثلاثمائة لشهر مدرب يأتي لقب البطولة أي مدرب جزائري لماذا لا نعطوه شباب الوزداد الكفاءة جزائرية يسيدي على بنا بني ماكشح تعطوهم خمسمائة وما تعطوهم شربعمائة وما تعطوهم ثلاثمائة على بنا شح تبدو المدربين جزائريا وتحاسبوهم وديروهم لابريسيون وكانت تحبو أن تديروهم ليكيب وتعطوهم ليزوار كون يلعبوه لكن المدرب الأجنبي تعطوهم كارت بلونش تخلوه يدير هو وش يحب ويزيد يجيب لك الطاقم ويجزيجي لك قاع الناس اللي تخدم بريسالة اللي يديرهم لهم هو وأنا نعطيك واحد المعلومة الليموزاز نابيل كوكي لو كان يندار هنا راح يكلف شباب بالوزداد سبعة ملايار وخمسمائة مليون هذا الثاني رقم ما نقول لك نحن نبقى فيها في هذه النقطة دوك نعود لك النقطة الثانية دوك مش لعب نحترموا اللعب اللي عنده يقولوا ما كان حتى مشكل أنا كنت متمنى لعبين للعق والمستوى العالي في رابطة الأبطال يعطونا رأيهم في الكوكي ويعطونا رأي في نتائج لو يدير هذه المدرب ولا حتى هذه اللعبين اشتركوا في القناة